اشتركوا في القناة ومناطق مبيل 35 و39 درجة خصوصية التقس نشوفها من خلال تسلسل لصور القمر الاستناي كان التقس كثيف السحب بشمال بالوسط والمناطق الغربية ومغيم جزئيا ببقية المناطق مع هبوب رياح رملية بالجنوب اللي لها التقس يتواصل مغيم جزئيا بأغرب الجهات الريح يتجه من القطع الشمالي بالشمال وبالوسط وقرب سواحل ومن القطع الجنوبي بالجنوب ودرجات الحرارة ليلا مبيل 23 و26 بشمال وفي الوسط في بقية مناطق الجنوب بين 29 و35 درجة بالنسبة لتقس غدوة صحب قليلة وثم تقس مغيم جزئيا على كامل البلاد والريح يتجه من القطع الشرقي غراف توقعاتنا لدرجة الحرارة للمدن التونسية قد نسجل 30 درجة في تونس الكبرى 28 في قليبيا 33 في نيبل 29 في بنزرد 26 في تبرقى 36 في بيجا ودرجة حرارة مرتفعة في جندوب 38 زغوين 34 سلينة 36 تقس مغيم جزئيا الكيف 35 صحب عابرة تقس قليل الصحب في تيلة 34 القيروين 35 في جهة الساحل قد نسجل في سوسة 29 منسير 27 مهدية 28 30 درجة في كل من جزر قرقنا وصفيق تقس مغيم جزئيا سيدي بوزيد 35 قسرين 35 تقس قليل الصحب وفي مدن الجنوب الغربي درجة حرارة مرتفعة مع هبوب رياح رملية قد نسجل في قفصة 38 تزر 40 وقبل 36 درجة بالنسبة لمدن الجنوب الشرقي قيبس قد نسجل 28 جزيرة جربة 32 وفي مدن 34 تطوين 38 درجة ودرجة حرارة مرتفعة في رميدة 45 درجة مع هبوب رياحة رملية بالنسبة للملاحة وصيد البحرين نشارات التحذيرية سرية المفعول للأخوة البحارة وصلحة لمدة 24 ساعة انتلاقا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بسبب منخفض للضغط الجوي على الوسط الجزائري يسير رياحا قوية على مناطقنا والمناطق المعنية بهذه النشارات التحذيرية شرق تونس وخليج جيبس في منطقة سرطو خليج تونس رياح شمالية غربية والبحر يكون شديد الابتراب سرعة رياح مبين 15 إلى 25 عقدة بعد الظهر وفي خليج الحمامات ومنطقة الشابة رياح تتجه شمالية شرقية البحر يكون شديد الابتراب يصبح مضطرب مع مواج متقاطعة وسرعة رياح مبين 20 إلى 30 تتقلص بعد الظهر من 15 إلى 25 عقدة في خليج جيبس رياح كذلك تتجه جنوبية عفوا شمالية شرقية والبحر يكون مضطرب إلى شديد الابتراب وسرعة رياح مبين 20 إلى 30 تتجاوز 35 عقدة بعد الظهر غيره في توقعاتنا لدرجة الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبية درجة حرارة تنخفض في حدود 28 درجة دربيذة 23 جزير 27 تقسيكون مغيمة جزئيا ترابلس قد نسجل درجة حرارة مرتفعة 39 الخرطوم درجة حرارة كذلك مرتفعة في حدود 41 القاهرة تنخفض النسبية 37 تقسيكون صافي وبالنسبة للبقاع المقدسة المدينة المنورة 44 مكة المكرمة 45 الدوحة قد نسجل 39 مسقط 37 أبوظبي والكويت 40 درجة تقس صافي درجة حرارة مرتفعة في بغداد 47 بالنسبة للشرق الأوسط القدس الشريف 31 بيروت 27 ديماسك 36 تقس حار إسطنبول في حدود 33 درجة تقسيكون مغيمة جزئيا وبالنسبة لأوروبا درجة الحرارة في روما تكون في حدود 27 مرسيلي 25 غيوم مرتفعة فيينا 21 درجة مع ظهور خلايا راعدية برلين 19 لندن 15 16 في كل من أمستردام وبروكسيل 13 في جونيف 18 في باريس والوضع الجوي ملائم من نزول أنطار مدريد 22 ولشبون 24 سحب عبر بالنسبة للتطور وضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم الثلاثات تقسيكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق ريح يتجه من القطاع الشمالي بشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب البحر يكون مضرب في كامل الشريط الساحلي ودرجات الحرارة في استقرار نسبي في الشمال وفي الوسط مبين 29 و37 وفي بقية مناطق الجنوب عموما مبين 29 و42 درجة بالنسبة اليوم الاربعاء الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مع مطار بعد الظهر بالمناطق الغربية لشمال وللوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية الريح من القطاع الشمال بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب البحر كذلك متموش في كامل الأشريط الساحلي ودرجات الحرارة تشهد انخفاض أوقات الشرق والغروب الشرق في تمام الساعة الرابع صباحا و59 دقيقة والغروب السابعة مساء و39 دقيقة لمزيد المعلومات طرق التواصل لمدينة تونس ومجورها ستة الصبح في تمام الساعة الثالثة فجر وثمانية دقائق ستة الظهر منتصف النهار و26 دقيقة ستة العصر الرابع مساء و10 دقائق ستة المغرب في تمام الساعة السابعة مساء و41 دقيقة وستة العشي في تمام الساعة التسعة مساء و30 دقيقة نهاية النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة